السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله لجميعكم بخير خبر جديد بيقول اكتشاف جسم فضائي غريب ونادر يثير حيرة العلماء الخبر ده كان يوم 6 أكتوبر يعني تقريبا من حوالي 4 أيام وبيتكلم انه الجسم الفضائي المكتشف ده حير العلماء بسبب انه هاجين وده اللي هنفهمه مع بعض في حلقة اليوم بالتفصيل ان شاء الله لاحظنا مع بعض الفترة الأخيرة تكرار موضوع الاكتشافات والتصريحات المحددة واللي بتوصف كل اللي احنا كنا بنقوله في فيديوهاتنا السابقة من سنوات واللي انا بعتبره يعني اضطرار منهم ان هما يبتدوا يتكلموا عن الأمر ده لانه ربما يكون ظهوره اقترب جدا وطبعا لابد يكون لهم أولا دور في الاكتشاف وسانيا تحويل وجهتك الدينية إلى علمية أو علمانية أو الحادية وان الأمر صدفة وملوش داخل بالدين والإيمان طيب نروح بقى لنص الخبر أو الاكتشاف الغريب اللي حير العلماء في البداية بيأكدوا أو بيشرحوا ان فيه فرق بين الكوكب والمذنب وإحنا طبعا قلنا انه جسم فضائي مختلط أو هاجين أو خليط ما بين الكوكب والنجم ده كان كلامنا إحنا مع طبعا يعني اختلاف الكوكب والنجم الكبير حتى كمان الأحاديث والآيات بتذكر أنه نجم وكوكب وله ذنب كما يعني نطلق عليه الكوكب ذو الذنب أو الذيل يعني المذنبات على حد قول علماء الفلك أجسام في النظام الشمسي الخارجي وشكلها بيضاوي يعني مدارها بيضاوي مش دائري زي الكواكب وإنها جاليدية فلما بتقترب من الشمس بتبتدي تخرج منها غازات وضباب أو دخان لكن الكواكبات مش الكواكب الكواكبات بيكون لها مدار أو حزام رئيسي بين كوكب المريخ والمشتري ومدارها بيكون شبيه بمدار الكواكبات حول الشمس ده طبعا ما يقوله علماء الفلك سوى اتفقنا معهم أو اختلفنا والكواكبات جفة وصخرية يعني ما فيهاش لا اشتعال أو ضوء ولا ضباب ولا غازات أجسام صخرية لكن الجسم الأخير اللي هما اكتشفوا اللي بنتكلم عليه النهاردة في الخواص دي مجتمعة خواص المذنبات وخواص الكواكبات زي ما هما بيقولوا أو خواص الكوكب والمذنب فصرحوا قالوا انها صخرة موجودة مع الكواكبات في حزامها اللي بتدور حول الشمس وسموه كيو ان 173 2005 24 83 70 أو ده المسمى المتعرف عليه لكن له ذيل أو ذنب طويل ده كلامهم هما في الاكتشاف الحديث الخاص بالكيو ان 173 2005 وطبعا لما بيقترب من الشمس بيكون أو بيطلق غازات أو دخان في حالة اقترابه من الشمس زي ما صرحوا وده مش أول اعتراف أو اكتشاف ليهم بوجود النجم لكن طبعا على فترات بيطلع واحد أو مجموعة علماء بيصرحوا بيكتشافه خصوصا من بداية ظهور نيويز اللي كان من سنتين وكان واضح بالعين المجردة في بعض الدول وبعض الدول تانية كانت يعني محتاجة بس كاميرا فيها زوم كويس وتقدر تشوف ولكن حتى الآن الله أعلم يعني ايه سبب ظهوره فجأة واقتفاءه تاني وده طبعا عمره ما حصل إلا وقت ظهور مذنب هالي المعروف من سنوات وبعدين يكمل العالم اللي اسمه هنري هسيمن معهد علوم الكواكب الأمريكي اللي اكتشف الكوكب إنه المادة الجالدية بتزيد وإنه كوكب ومذنب بنفس الوقت لكن في النهاية صرح بتصريح قال فيه بالنص هذه الازدواجية وعدم الظهور هو جزء أساسي مما يجعل هذه الأشياء مثيرة جدا للاهتمام وكلمة عدم الوضوح اللي ذكرها فيه النص ده نحط تحتها طبعا مليون خط ونتأكد بأن الأمر فعلا اقترب واكتشافاتهم المتتالية للجسم ده هو اعتراف صريح بأنه فيه زائر غريب وبيسبب لهم ألأ وإن اقترابه مؤكد والله أعلم لكن زي ما احنا طبعا ملاحظين كمان إن كل فترة قريبة بيحصل اكتشاف وتصريح منهم وده يعني حقيقي مش مجرد أخبار زي ما كانت بتحصل 2019 و2018 وما قبلها بشوية أخبار وبعد كده يكذبوها أو يعني يقللوا من أهميتها المرة دي يعني بيصرحوا مباشرة وبنفس الكلام يعني سبحان الله لو نراجع القناة بنفس الكلام اللي احنا بنقوله هم حاليا بيصرحوا بيه وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا إلا إن احنا عندنا دين وعندنا القرآن وعندنا حديث صحيحة وأثار صحيحة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بدون ما نخوط فيه أمور يعني متشعبة وملهاش لازمة وغير صحيحة وأنا بعتبرها في نطاق الخزعبلات والتهريك يعني فمهما اختلفت الاكتشافات والأسماء والوصف للأجسام اللي بيتكلموا عنها سواء اعترفوا بيها يعني أو ما اعترفوش بيها فاحنا فعلا عندنا دين وكمان علم يدلنا على الصحيح وزي ما قلنا إن الأحاديث والأثار بتثبت كمان إن الكوكب ذو الذنب في خاصية الكواكب وخاصية النجوم والمذنبات كمان لإنه كوكب ضخم مشتعل له ذيل محمل بن نيازك أو المذنبات وهيكون سبب في آية الدخان في آخر الزمان كبداية للعلامات الكبرى وبنعتقد بقوته الهائلة والكبيرة سواء القوة المعدنية أو المغناطسية اللي بتؤثر بقوة على الأرض أو على الدروع الأرضية أو الغلاف الجوي أو باطن الأرض في حالة اقتراب لكن مع اختلاف سرعته زي ما قلنا قبل كده وتغيير مداره لأنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى آية كبرى فمستحيل أي مخلوق حتى الرصدين القريبين من رصده يحددوا موعد اقترابه أو موعد ظهوره للعالم أو حتى يعني اقترابه لحد معين لأنه زي ما هم كمان قالوا مخالف القوانين الفيزيائية المتعارف عليها لحركة الكواكب لذلك الاقتراب ده يعني زي ما احنا شايفين أصبح واضح للناس اللي كمان مش شايفينه بالعين المجردة أو مش شايفينه بالرصد واضح في الأحداث والتغيرات القوية على الأرض سواء من فيضانات طفنية مستمرة يوميا أو براكين أو زلازل أو ظواهر غريبة يعني لا تتوقف بشكل يومي زي ما احنا شايفين وامتبعين ويبقى العلم عند الله سبحانه وتعالى بوصوله إلى السماء ليراء الجميع ويكون يعني العلامة الكبيرة أو المخيفة واللي هتزيد أهل الإيمان إيمان وللأسف هتزيد أهل الضلال يعني إضلال وضلال أكتر لأنهم يعني زي ما احنا بنحاول نوعي الناس كلها مدربين من الآن على أنه صخرة فضائية أو يعني مذنب أو يعني حاجة بتحصل بالصدفة ملهاش دخل خالص بالدين وأنه أمر علمي بحت وظاهرة وهتعدي يعني وربما كمان هيوهموا الناس أن أمريكا بتحاول أنها تمنع تأثيره على البشرية وممكن كمان يكون فيه تمثيلية كبيرة بواسطة الإعلام المضلل على البشرية أن أمريكا بدأت ترصد اقترابه وبتحاول أن هي يعني تمنع وصوله للأرض وده بدأ فعلا يحصل وإن شاء الله هنتكلم فيه في فيديو قريب ربما الفيديو القادم زي أراضي الله سبحانه وتعالى المهم أنه المطلوب زي ما بنقول كل مرة أن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم بالمعرفة الصحيحة وبالتوبة بالاستغفار والاستعداد للقادم يعني اللي بنعتقد ونؤمن أنه خير لأهل الخير زي ما بنقول وشر على أهل الشر بكده تبقى حلقة اليوم انتهت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى لا ننسى وصيتنا الدائمة بالاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته